بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين الحلقة الثمانون بعد المئة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء حياكم الله وبرك فيه هذا سائل يقول فضيلة الشيخ إذا شك المصلي بأنه لم يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى ماذا يعمل؟ وهل قراءة الفاتحة واجبة في كل الركعات؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين قراءة الفاتحة في كل ركعة من الصلوات ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به في حق الإمام والمنفرد أما في حق المأموم موضع خلاف العلماء من يقول تكفي قراءة الإمام عن قراءة المأموم والمأموم ينصت لقراءة الإمام ومنهم من يقول تجب حتى على المأموم يقرأها في سكتات الإمام وعلى كل حال إذا شك في قراءة الفاتحة وهو في أثناء الركعة قبل أن يركع فإنه يقرأ الفاتحة ليخرج من هذا الركن بيقين أما إذا لم يشك إلا بعد أن ركع أو سجد فإن الركعة التي صلىها تلغو ويعتبرها باطلة وتقوم الركعة الثانية مقامها تكون هي الأولى ويبني عليها ثم إذا أكمل صلاته يسجد للسهو هذا إذا حصل الشك في الصلاة في قراءة الفاتحة وهو إمام أو هو منفرد أما إذا لم يحصل له الشك إلا بعد أن فرغ من الصلاة فإنه لا يلتفت إليه لأن الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يلتفت إليه جزاكم الله خيرا هذا الأخ علي يقول ما ضابط مصافة الصبيان 13 سنة 12 سنة و10 سنوات وأين يقف والدهم إذا كان إماما لهم نعم يقف أمامهم الذين بلغوا 13 سنة أو 10 سنين هؤلاء ناهزوا البلوغ أو بلغوا ناهزوا البلوغ أو بلغوا فيتقدم عليهم ويكونون خلفه نعم جزاكم الله خيرا هذا يسأل ويقول هل يجوز تحديد النسل بطفلين مدى الحياة بين الزوجين لا يجوز تحديد النسل والنسل مطلوب مرغب فيه حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وتحديد النسل لا يجوز ربما أن هذا الذي اقتصرت عليه يموت يموت لا تدري تبقى بدون ولد أو بدون أولاد وأما إذا احتيج إلى منع الحمل إذا احتيج إلى منع الحمل من ناحية الصحة يكون المرأة عليها خطر في صحتها إذا قرر لطبة أنها إذا حملت يخشى عليها من الموت أو يخشى عليها من الضرر البالغ هل هباسان يتخذ من العلاج ما يوقف الحمل نعم جزاكم الله خيرا السائل عمال له مجموعة من الأسئلة عن صلاة الجمعة يقول أولا ما حكم البيئة والشراء بعد الأذان الأول من يوم الجمعة وهل جاء فيه نهي لا بعد الأذان الأول لم يجي فيه نهي ولكن يتأكد في حق المسلم أنه يتوجه للصلاة لا سيما إذا كانت المسافة بعيدة يتوجه إلى الصلاة وحتى لو كانت المسافة قريبة فإنه مطروب منه التبكير إلى الجمعة لا ينشغل بالبيع والشراء يفوته الأجر أجر المبكر للجمعة ليذهب إلى الجمعة والبيع والشراء له وقت ناخ أما البيع والشراء بعد الأذان الثاني الذي بعد دخول الإمام فإنه حرام والبيع باطل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وأبتعوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحوهنا أحسن الله إليكم له السؤال آخر يقول يوم الجمعة قبل دخول الإمام إلى المنبر مجموعة من الناس يتلون القرآن جماعة جهرا وعن أبكر إلى المسجد فأنشغل بذكر الله والصلاة والذكر ولا أبالي فهل فعلي هذا صحيح نعم إلا حضرت لصلاة الجمعة مبكرا صليت ما تيسر لك من النوافل جلست تذكر الله أو تقرأ القرآن كله جائز كله ذكر لله عز وجل تتلو القرآن أو تشتغل بالتسبيح والتهليل والتكبير أما ما ذكره من أن جماعة يجتمعون ويقرأون القرآن بصوت جماعي فهذا بدعة ولا يجوز كل يقرأ لنفسه كل يقرأ لنفسه ولا يرتبط بالآخرين بصوت جماعي إنما هذا يجوز للمعلم الذي يعلم القرآن يجوز أن يلقي الآية على الطلاب فيقرأونها جماعة من أجل أن يعلمهم إياه نسأل هذا السائل من البياض عن ما يسمى بنزالة البيت الجديد وهو ذبح خراف أو بقر أو جمال إذا كان يعتقد أن هذا عباده وأنه فيه بركة للبيت طرد للشيطان هذا لا يجوز يصل إلى حد الشرك إذا ذبح لغير الله يتقي شر الجن والشياطين يكون هذا من الشرك أما إذا ذبح هذا من باب العادة ومن باب الفرح والسرور بنزول البيت الجديد ويدعو أفوانه وأحبابه بهذه المناسبة هذا لا بأسبيل يسأل السائل أبو عبد الرحمن ويقول ما حكم ضرب وشتم الزوجة وهل تطلق الزوجة إذا قام الزوج بشتمها الشتم لا يجوز واللعن لا يجوز لا للزوجة ولا لغيره ليس المؤمن بالطعان ولا باللعن ولا بالفاحش والبذيء نزه لسانه عن اللعن ولا يلعن زوجته ولا يلعن ابنه لا يلعن دابته لا يلعن بيته ولا يلعن شيئا من المخلوقات قال صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله لعن المؤمن يعني في الإثم كقتله والعياذ بالله لا يجوز أن يلعن الإنسان لا سيما من يرتبط به كزوجته وأولاده لا يجوز له أن يلعنه ولا يربيهم على اللعن يربيهم على الأخلاق الطيبة وعلى الكلام الطيب أما الضرب فالضرب للناشز الضرب إنما هو للناشز فقط قال تعالى واللات تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن مرحلة الثالثة إن أمكن أن تنتهي عن النشوز في الموعظة فإنه يكفي هذا فخافون نشوزهن فعظوهن فإذا لم يكفي الوعظ يهجره يعني يتركها لا يكلمها أو لا ينام معها حتى ترتدع هذا الهجر فإذا لم يجدي الهجر يضربها ضربا غير مبرح أما ضرب الزوجة في غير النشوز هذا لا يجوز نعم يقول هذا السائل هل يجوز الاستماع إلى القرآن أثناء دراسة العلوم الدنيوية الاستماع إلى القرآن فيه خير ولكن إذا كان منشغلا عنه بعمل هذا لا يناسب لأنه لا يتدبر ولا يتأمل الآيات ولا يتوثر عليه لأنه منشغل الذي يريد أن يستمع القرآن يتفرق للاستماع من أجل أن تصل القراءة إلى قلبه وإلى فكره نعم أحسن الله إليكم رضيلة الشيخ هذا يسأل عن جلسة الاستراحة ما حكمها للكبير والعاجز للكبير والعاجز لا بأس بها للحاجة وأما النشيط فمح الخلاف بين العلماء من العلماء من يرى استحبابها ومنهم من لا يرى استحبابها لعدم الحاجة إليها والنبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلها لما كبر عليه الصلاة والسلام وتقول نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا السائل يقول هل ورد أن عند نزول المطر يستجاب الدعاء وما هي الأوقات الأخرى التي يستجاب فيها الدعاء لا أعلم دليلا هذا معروف عند الناس لكن أنا لا أعلم دليلا أن من أوقات إجابة الدعاء نزول المطر إلا إن كان من باب التفاؤل لأن المطر رحمة فإذا دعا يستجاب له من باب التفاؤل وحسن الظن بالله عز وجل جزاكم الله خيرا يقول هذا السائل ذهبت للعمرة وأنا من العراق ذهبت لأداء العمرة عن نفسي وبعد إتمامها أردت أن أعتمر عن والدي المتوفى فهل يشترط علي أن أذهب إلى مقاتي أهل العراق وأحرم منه لأداء العمرة عن والدي أم يصح الإحرام من مكة لأنني مقيم فيها لأيام فقط الإحرام بالعمرة لا يكون من مكة إنما يكون من الحل خارج الحرام من التنعيم من الجعران من عرفة من حدود الحرام الحرام بالعمرة فمن كان داخل مكة وهو يريد أن يعتمر لنفسه ولغيره إنه يخرج إلى الحل إلى حدود الحرام ويحرم من عندها لأن عائشة رضي الله عنها لما أرادت أن تحرم بالعمرة وهي في مكة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر ذهب بها إلى التنعيم أحرمت منه لأن التنعيم على حدود الحرام أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا السائل يقول في سؤال قد يوجد من يكون أحد أبويه ظالا أو على غير هدى فما هو دور الإبن مع أبيه أو مع أمه هل يدعوه إلى الحق وإلى الرشد بلا شك أنه حق الوالد عظيم وعلى الولد أن يناصح والده عن المعاصي وإذا كان مشركا يدعوه إلى الإسلام وإلى التوحيد أنه أحق من غيره بدعوته والشفقة عليه ويحرص على هدايته ببذل الأسباب والهادي هو الله جل وعلا لكن هو يدعوه ويبين له ويحرص على دخوله الإسلام وإن كان عاصيا فإنه ينصحه بالتوبة وترك المعاصي لأنه أحق الناس بنصيحته وبحرص عليه من المعاصي ولكن إذا أصر الوالد على ما هو عليه فإن تبرى ذمة الإبن إذا نصحه وبين له تبرى ذمته لكن يبقى بر الوالد يبر به ولو كان كافرا لو كان مشركا ولو كان عاصيا يبر بوالده ما قال جل وعلا وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلينا إزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ هذا سائل أبو عبد الله يقول ما حكم الإطالة في صلاة الفجر في وقتنا الحاضر في أيام الشتاء قراءة وركوعا وسجودا لأننا نرى بعض الأئمة من يطول إطالة غير معتادة حفظكم الله الإطالة في صلاة الفجر إطالة القراءة في صلاة الفجر السنة مطلوبة قال الله جل وعلا وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وقرآن الفجر المراد في صلاة الفجر كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر بالستين آية إلى المئة طيل القراءة عليه الصلاة والسلام فالإمام يطيل القراءة إطالة نسبية إذا كان يشق على المأمومين مشقة ضائرة فلا يشق عليه لكن يتوسط في هذا الأمر نعم والذي يشق على المأمومين في الوقت الحاور نوعية القراءة فبعض الأئمة يمطط الآيات ويقطع ويردد ويرجع ويشق على المأمومين بأن قراءته غير مناسبة وقراءته مخالفة لتلاوة القرآن المطلوبة أحسن الله إليكم هذا الأخ إبراهيم يقول فضيلة الشيخ أريد من الشيخ إجابة حول العمل في المحامات وما ضابط ذلك حيث عرض عليه مكتب فقلت أريد أن أستشير وأسأل عن ذلك العمل المحامات فيه تفصيل إذا كان لا يدافع عن باطل ولا يزور في المحامات وإنما يلزم الصدق يلزم الصدق في المحامات وينوب عن غيره في المطالبة بالحجة الشرعية فلا بأس بها وأما إذا كان يزور أو يماط أو يكذب في المحامات من أجل أن يكسب القضية هذا حرام ولا يجوز له وما يأخذه في مقابلها على هذه الصباح فهو حرام كسب حرام الله جل وعلا قال ولا تكون للخائنين خصيمة لا يدافع عن الإنسان الخائن والكاذب والمبطل إنما ينوب في القضية إذا كانت على طريق شرعي أحسن الله لكم مباركة فيكم من أسئلة السائل يقول فضيلة الشيخ ما الفرق بين النفاق الاعتقادي والنفاق العملي النفاق الاعتقادي يخرج من الملة نفاق الاعتقادي هو الذي ليس معه إيمان وإنما يؤمن في الظاهر وهو كافر في الباطن من الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون أما النفاق العملي فلا يخرج من الملة لكنه ينقص الإيمان وهو معصية من المعاصي وذلك كالكذب في الحديث والخلف في الوعد آية المنافق ثلاث عن النفاق العملي إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر أي صفات المنافق والعياذ بالله قد تصدر من المؤمن ضعيف الإيمان لكنه نفاق عملي وهو خطير إلى شك أنه خطير ولكنه لا يخرجه من الملة أحسن الله إليكم يقول الشيخ هل هناك ذكر معين قبل إقامة الصلاة ليس هناك ذكر معين ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة لا يجتهد في الدعاء في هذه الفترة والله جل وعلا قريب مجيب لكن ليس هناك ذكر معين محدد هذا أبو هادي يقول فضيلة الشيخ صالح ما حكم المبالغة في أديات حيث يطلب مبالغ خيالية ويأجز الآخرون عن دفعها هذا من المشق على الناس وهذا مما أحرج المسلمين وهذا مما ضيع القصاص إقامة القصاص صار تجاريا الآن يباع ويشترى الأفضل والأولى أن يعفو بدون شيء من عفى وأصلح فأجره على الله وإذا كان ولابد يريد المال فليأخذ بالمتوسط المال الذي لا يجحف بالقاتل والجاني أو بعاقلته أو بأقاربه وإنما يكون مالا متوسطا نعم أحسن الله إليكم هذا الأخ أبو مازن صر في هذه الرسالة نعرض هذه الرسالة عليه الشيخ صالح يقول أريد منه التوجيه حفظه الله يقول بعض أئمة المساجد قد لا يكون متعاونا مع جماعته في المسجد فمثلا التكييف ناء الصيف تأخير الإقامة وتقديمها وإشكالات أخرى مع كبير السن في الرضا وفي المسجد هل يجوز لي الشيخ يقول أبو مازن هل يجوز لأن أذهب إلى مسجد آخر مع أن المسجد الذي أصلي فيه يكون فيه هذه الإشكالات على الإمام يتقي الله عز وجل وأن يرفق بالمعمومين ولا يشق عليهم ولا يشق عليهم في تأخير الإقامة والانتظار ولا يشق عليهم في تطويل الصلاة ولا يشق عليهم في منع التكييف وتركهم في الحر ولا يشق عليهم أيضا في البرودة الشديدة من المكيفات بل يعتدل ويتوسط بهذه الأمور فعليه أن يراعي أحوال المعمومين ويرفق بهم وأما أنت فإذا كان هذا الإمام كما ذكرت وأنك ينالك مشقة للصلاة معه فذهب إلى مسجد آخر أحسن الله إليكم هذه السائلة تقول في رسالتها ما حكم عضل المرأة في شريعتنا الإسلامية وهل للمرأة أن تذهب إلى القاضي ليزوجها من كفر عضل المرأة هو منعها من الزواج بمن رضيت به من أهل الدين وأهل الاستقامة العضل هو منعها من الزواج بكف إن رضيت به بكف في دينه في عقله في أمانته رضيت به هذا هو العضل إذا منعها منه فقد عضله قال صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير فإذا كان يمنعها من الزواج بكف إن رضيت به فإنه عاضل وتسطط ولايته عليها تراجع القاضي لأجل أن ينقل الولاية منه إلى ولي آخر من أقاربه لإزالة الضرر عنها قد يكون بعض الأولياء يعضل الزوجة لأنها موظفة من أجل أن يستثمرها ويأخذها هذا ظلم هذا ظلم من ناحيتين أولا أنه عضل لها ومنع لها من الزواج وتعطيل للزواج هذا فيه مضر عليها كبيرة وثانيا أنه يأخذ ما لها بغير حق استثمرها استثمرها نعم للوالد أن يأخذ من مال ولده لكن ما لا يضره هذا يضرها نعم أحسن الله إليكم نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة يقول ما معنى اتقاء الشبهات في حديث إن الحلال بين والحرام بين إذا كان هذا الأمر لا يدرى هل هو من الحلال ولا من الحرام فإنك تتوقف فيه تتوقف فيه ولا تأخذه خشية أن يكون من الحرام قال صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبيات يعني لا يدرى هل هو من الحلال ولا من الحرام نظرا لتجاذب الأدلة فيها وقال لا يعلمهن كثير من الناس فالذي لا تعلمه لا تدخل فيه لكن دل على أن قليل من الناس يعلمون حكمها وهم العلماء فاسأل أهل الذكر اسأل أهل العلم وإذا لم يتبين لك هل هي من الحلال أو من الحرام فاتركها من باب الاحتياط من اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام فالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه شكر الله لكم وفضيلة الشيخ وبرك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وانتهى هذا اللقاء الذي سجل مع فضيلة الشيخ صالح بفوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة هذه تحية من زميل مهندس الصوت أثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته